وتلقى سموه اتصالا هاتفيا من معالي جوزيب بوريل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جرى خلاله مناقشة تطورات الأوضاع في جمهورية السودان واستعرض الجانبان السبر الكفيلة بوقف التصعيد الجاري والعمل من أجل وصول أمن السودان وشعبه واستقرارهما وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد الانهيان دعم دولة الإمارات الجهود كافة التي تقود إلى وقف التصعيد في السودان وبدء حوار سياسي لحل الأزمة الحالية